يعني الهدنة في ميزان القانون الدولي البعض بيتساءل هل هذه الهدنة لها أي تأثير في تنفيذ قانون الدولي أو حتى إليه تطبيق القانون الدولي هل لها حسابات مختلفة هل هذه الهدنة كشفت عن أشياء جديدة هتضطر أنه يتم اتخاذ بعض المواقف أو الإدانات الوطحة والقانونية تجاه إسرائيل أسئلة كثير جدا حول هذا الموضوع يا فاند هو طبعا الهدنة ده أحد الإجراءات اللي بتتم بين المتحاربين عادة بتأدي إلى تحقيق أغراض مشتركة مستعدة فهم الحقيقة والمرة دي الهدنة نقدر نقول أنها كان بتركز أكتر على موضوع تبادل الأسرة بين الطرفين بالشكل أساسي الوصول للهدنة ما هوش أمر سهل لأنه هو دائما الخطوة الأولى وبكل الخطوة الأصعب إذا كان فيه مصار وطموح للتوجه نحو تهدئة ونحوها في إطلاق النار دائم ومستدام كما هو منصص عليه في توجهات عامة كما هو منص عليه في قرار جميع العامة الأمم المتحدة وهو قرار ملزم لأنه صدر بموجة بصيغة للتحاد من أجل السلم وبالتالي حالة الجميع العامة محل مجبس الأمن واختصت بشؤون حماية السلم والأمن الدولي في هذه الحالة وبالتالي ده أول تطبيق فعلي نشوفه في اتجاه تنفيذ القرار اللي هو بيعبع إنرادة دولية مجتمعا إنرادة المجتمع الدولي المفروض أنه هيكون موضع للتزام كافة الأطراف فيه أمل طبعا في إنه الخطوة الأصعب لما تحقق أسفع المقاطعة بس هل هذه الهدنة تم تطبيقها بناء على أو تنفيذا لهذا القرار ولا بناء على اتفاق بين الجانبين هو بناء على اتفاق بين الجانبين بواسط أطراف زي مصر وقطر على وجه التحديد ومعهم طبعا تنسيق موجود مع الإدارة الأمريكية اللي هي النهاردة بتشعر بقلق شديد إنما هي كل أطراف الدولية مندفعة نحو الالتزام بتوجهات دولية موجودة في قانون الدولي من أهمها النهاردة هو قرارة جميع العامة اللي مصر والمجموعة العربية دفعت إليه في أكتوبر الماضي ويدعو إلى وقف إطلاق نار ودائما زي ما بقول كده الخطوة الأولى هي الأصعب الوصول إلى الهدنة وترمض حققة الهدنة وتمسكت يبقى فيه إمكانية لتمديدها فيه إمكانية لتطوير الموقف أكثر وأكثر من ناحية الواقعية إحنا كنا أمام حالة من حالات رد الفعل الانتقامي عدوان إسرائيلي شامل على القطاع وعلى الشعب الفسنيني بشكل عام اللي بيحصل في الدفعة الغربية أيضا ليس أقل يعني بيحصلين مما يحدث في غزة هو نفس الأنماط من ناحية قلونية تمارس جرام حرب جرام ضد الإنسانية قد نصل في مرحلة لاحقة إلى تحقق أيضا جريمة لبادة الجماعية على الدفعة الغربية